لدرجة ان حسب الشيرنجيتو البرنامج الاسباني يقال ان زين الدين زيدان ان ريال مادريد لجأ لزين الدين زيدان لحل مشكلة كيلين انت متخيل النهاردة ريال مادريد بيفكر في ايه ريال مادريد بيشوف ان الراجل عنده مشاكل وعنده توطر وهو مش عارف يجيب مستوى فراحوا للأسطورة زين الدين زيدان الكيلين انت بابي بيعتبروا هو الايدول بتاعه هو المسألة الاعلى بالنسبة له في الكورة اولا شافوا ان العلاقة ممكن لو اتكلم معاه وقرب منه اكتر زين الدين زيدان يخف من عليه الضغوط ويدي له نصيح مهمة خاصة ان الموسم الاول لزين الدين زيدان مع ريال مادريد كان برضو فيه معدل مشاكل في المستوى لغاية ما جاب مستوى وان هم شافوا بعنيهم ان كيلين انت بابي انا اسف ان كريم بن زيمة طلع نار من بقه في اواخر ايامه مع زين الدين زيدان بصوا ده وفقا لبرنامج الشيرنجيتو تحديدا الاسباني فان ريال مادريد لجأ الى الاستورة الفرنسي دين الدين زيدان للحديث مع كيلين انت بابي والتأثير عليه ايجابيا ده الكلام اللي كنقول لحضراتكم وفقا لعديد من المواقع الاخبارية المقربة من ريال مادريد اختيار زين الدين زيدان للحديث مع انت بابي ليس سبب الوحيد ان زيدان يعد المسأل الاعلى لانت بابي لكن لان زيدان مر بفترة ممثلة خلال عامه الاول في ريال مادريد مما يجعله مرشدا يمكن لانت بابي ان يسير على نهجه وزي ما بقول لحضراتكم كمان قصة تحديدا كريم بن زيمة اللي توهج جدا في الفترة الاخيرة لزين الدين زيدان هو بيدرب ريال مادريد فالناس هناك بتدور على كل الحلول ازاي نرجع الراجل ده للبوصلة بتاعته لانه نجب من نجوم الفريق ويعني ده كيلين انت بابي واعتقد جيم زي ده ممكن يكون فارق جدا 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 مع كيلين انت بابي نفسيا يرجع يعمل بقى ريمونتادة خطيرة في الماتشات الجاية ويبدأ يقود الفريق خاصة ان ريال مادريد تحديدا عنده ماتش صعب قوي مع اطلانتا في برجامو في ايطاليا مع جاسبريني وده واحد من الماتشات المهمة جدا جدا لو قدر ريال مادريد يعد الماتش ده هيفرق معاه في ترتيبه في دوري ابطال اوروبا